طب يعني الضحية الراجل نرجع تاني عشان أنا ما تهش منك أول حاجة عشان أعرف أستغل الراجل ده فالراجل الضحية ده بيحب التفخيم قوي لأ فيه طريقتين احنا قلنا طريقة التفخيم فيه طريقة تانية بقى فكرة حالة التهديد وضعه تحت ضغوط وتعنيفه وتقوى وطول الوقت نحسسه بالزنب وطول الوقت انه بالتقصير وطول الوقت بنحطه في مقارنات عشان يثبت وبعدين بتبقى فيه معادلات بقى ديني ديني أمثلة أمثلة يعني مثلا أنا أقوله أنت بجبت ليش حاجة في عيد ميلادي ده أنا جالي وكذا وكذا أنت ما كنتش معايا لما أنا سفر أنا تعبت وانت ما كنتش جنبي طول الوقت فيه فيه لوم 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 وبعدين يعني الست الزكية تبضلش تدوم على طول لازم شوية تقدم الحب وترفع من شأنه وانت هايل وانت جميل وانا ما بحبش غيرك وبعدين لوم 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 أنا محتاجة كذا وانت مش واقف جنبي أنا الحقني أنا وعربيتي عطلانا في الشارع فالحقني بقى هو مثلا في حتة بعيدة جدا شاجلها فيبقى هو تخلى عنها بقى وتفضل تجمع في التفاصيل اللي هو معرفش يعملها وتبقى دي السلاح فيبقى طول الوقت هو بيحاول يرديها يردي ويعني بالشكل ده فهو يا إما بتتهمه فهو طول الوقت بيدفع عن نفسه يا إما بتفخم فيه جدا وفيه بقى ستات أسكية بيجمعوا بين الطريقتين يا إلا بفخم فيه بزيادة فبيحبني قوي لأن أنا محسسانه سبع رجالة في بعض يا إلا طول الوقت هو مقصر فيفضل يأكل في نفسه عشان يعمل لي الحاجات اللي أنا عايزاها اشتركوا في القناة